السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم واحد الحلوة للوز شكيلات عصريين سهلين و أبساطين بالنسبة للمقادر سوف نحتاج لهم واحد كيلو دي اللوز اللي سلقته في السخطوخ تحنته الطحنة الأولى و عاود تحنته الطحنة الثانية مع 400 جرام دي السكر ممكن تديره 500 جرام حصلت على هاد الخاليط غادي نضيف لي هدابة الزبدة عندي جوجو معالق هنا عندي قبيصة دي الملحة شوية دي المسكة حوالة اللي مطحونا مع الدقيق و القرفة غادي نجمعوهم بمزهر عندكم هادا استعملوه ما عندكمش خدوا روح دي الزهر هادا ضيفوه على واحد كويس دي الماء و جمعو به ملخا دي القليكوز بش تعطينا بتعليكة الزبدة من الأحسن تكون من أصل حيواني تكون الزبدة دي الماكلة ماشي دي العبار ضفتليها الملحة و شوية دي المسكة حوالة اللي درقها مع السكر يعني شي خمسة دي الحبات هكا كمدقوقين و معلقة صغيرة دي القرفة و غادي نعجنهم ع بعضياتهم حتى نساجموا من بعد غادي نزلهم في طاولة العامل او للبلوندو تخافا اللي غا تخدموا فيه و غادي ندلكوها مزيان انتوما كتزيدو في مزهر و انتوما كتدلكو كتضيفو في مزهر و كتدلكو حتى كتحصلوا على واحد العجينة اللي تكون مدلوكة مزيان و مبقاش فيها الزيت كتولي على هاتشكل غادي نضيف لها واحد المعي القادية الجليكوز لكي اعطيها التعليكة في الزقور و معلقة قبل ما تزوبها الجليكوز باش ميبقاش لاسق فيها بزاف ثانثي غادي ندلك فيها و انا تنضيف في الزهر حتى كتولي عندي واحد العجينة لينة تشكلوها كيف ما بغيتو غادي نتوضعوها في السلوفان و غادي نتخليوها جانبا تلق مع بعضياتها على موجته العاجين بالنسبة للعجين نحتاجو 500 قرام ديال بالدقيق الممتاز نضيف لها قبيسة الملحة و شوية ديال المسكة حوالة اللي يمتقوها مع شوية ديال السكر ما تقووش بزاف حينتك تقصح العجينة نضيف لها الزبدة 125 قرام زبدة سنتانا لذات الماكلة بغيتو تضيف لها تحت هي معلقة ديال العسل هنا ممكن تعوضوه بمعلقة ديال السكر او ديال السنيدة سنبدأ الزهر هو باش نجمع من بعد ما نضيف و ستجمع الوقات ديال الزيت معلقة اللولة والمعلقة التانية سنبسس هاد الخالط مزيان حتى ديال الزبدة كلها بالدقيق و من بعد غادي نجمعهم بما زهر حتى نحصل على واحد العجينة اللي مدلوكها مزيان غا ناخد منها شوية غنضيف ليه الكاكاو غنضير واحد من قطة ديال الزهرة باش داك الكاكاو في ساعة يدخل ليه في العجين حتى نحصل عليها على هاد الشكل نضيفهم في السلوفان و نضيفهم يرتاحوا جانبا على معبرة اللوز و قديته بالنسبة للوز سوف نسيب منه كويرات المهم كانت بقامة بين 16 لقرام حتى 18 لقرام على حساب الكبير اللي بغيته انا هنا درت 16 لقرام بغيت الحلوة غير موين نكور و نحط تلقت العجينة نخرج منها واحد دوائر اللي نخاقين نهضي كلها كورة و نوضعها من ذيك العجين و نضيف الزائد العجين من الفوق نقوم اللولبو فيها بحل شي كموسة نضيف الزائد العجين و نقوم اللولبو فيها لكي لا يبقى لعيب البلاسة اللي حدنا منها العجينة نأخذ المقطع اللي نستعمله نغبنوا واحد شوية الكركيبة من العجينة نضيفها في المقطع و نضغطوها بليد مزيان حتى تدخل في ذاك القلب اللي استعملته و خبطوها شوية مع الطابلة باش يجي المندنة تخرجوا الحبات الحلوة بحلقة نضيف الزائد العجينة و نضيفها و نضيفها 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 بالنسبة للمشم نضيفها نضيفها يجب ان تضيف المربع و تشكله بها الحلوة لا يوجد اي مقطع مربع و تفلحهم بالموس يجب ان تضيف العقدة و نجمع الاجنيحة يجب ان تضيف المربع و نضيف المربع و تقوم بتطبيب نشيدا في الجهة التي تختار المربع و تمر سهلة و ساهلة عرض الباطئ لها يجب أن تكون صعبة و لكنها سهلة يجب أن تكون المارين و البيض و يجب أن يكون المارين و البيض من بعد أن تكمل الجزء الرابع يجب أن تأخذ الناس المغيرفة أو شيء يجب أن تقوم بها على العجينة من الفوق لكي تموت على بعضها و لا تحل في الطياب هذا الشكل يجب أن يكون على شكله أيضا و يجب أن تضغط على الجوانب بالنسبة للقعب نجد لقع العجينة نقيقة نضيفها على جوج و الان مبتلئات نضيفها و نضيفها و نبدأ في الكعب الفوق نكسي مع الجوانب و نضيفها نضيف نفس الهواء الكامل في العجين و دخلها بفنان نضيفها من الجوانب و نضيفها نضيفها نقاطعها و نقاطعها و نقاطعها و نتقاطعها و نقاطعها و نقاطعها من الجوانب نقاطعها و نقاطعها و نقاطعها و نقاطعها بشكل ضيون ، تصدفها في الطاوة و انتظرها في الطريقة و نقاطعها لشكل ضبطة كيف تشوفونها موضح في الصورة وكلوي وججلويات حتى الثلاثة وكنقطعوا بالموس المهم الكبار انتو ماليت تتحكموا فيه واش بغيتوها كبيرة بزاف او لا لا سوف نحتفظ بها جانبا بالنسبة لها الشكل ديال الساقية كناخد شوية ديال الجنجلان هاتي غير العقدة خليتها غليظة سيبت بها بودانا وكنبقل بسليها ذاك الجنجلان هنا بغيتو الدهنوها بالبيض ديال البيض وعدت فندوها دهنوها ما بغيتوش بلاشع انا عندي لازم يدوم محتاجيش انني اندهنها يعني يكيل الساق بكل سهولة كناخدها وكناخد السكين وكناخد القذبة دياله من اللير وكنبدا كنحفظ ذاك الساقية من الوسط هنا اللي خليت الكعب ليلة كاملة الصباح انا كنتقبو بليل بغالي تكون معقبة كنتقبو ثلاثة ثقبات اولارة من التحت وكذلك من جناب يعني كنتدخلوها من اللي من حتى تخنجيكم من جهة الاخرى سافي وغادي نمشي مع الكعب كامل اللي عندي انا هنا اواريتكم هي واحد كمية قليلة من بعد غادي ناخد زبدة اللي دوبتها وغادي ندهن ذاك الكعب مزيان وغادي ندخلو الفراني طيب من بعد ما اخرجت الحلوة من الفراني هنتو من الكعب مزيان وغادي نمشي مع الكعب مزيان وغادي ندهن هذه الشكلات اللي صيبت كاملين كلهم كتدهنوهم من الجوانب من الفوق من التحت حانت ما زال غادي نستفهم في الطاوة من بعد ما غادي نطفي الفراني ويكون بقي سخون نشعلو حتى يسخون ونطفيه ندخل الحلوة كتشمع باش كتعطي ذاك اللامعان بالنسبة لها ديال الشهدة من بعد ما دهنتها بالنباج قبل ما تدخل الفران ندهن لها الجوانب ديالها في اللوز كومكاسي او لها عندكم ذاك الكوك محمر كجيزوينه وكنستفتاها هادي ديال الوريدة حتى هي ندهنها مزيان بالنباج وكنزينها بدو كل عقيقات حتى هي كيف قلت لكم قبل ما دخلتها الفران هنا ممكن تديروا غير العجينات قطعوا بها وريدات وديروهم من الفوق مهم تديرين كيبقى على حساب كل واحد انا ديرت هاد العقيقات في العقيقات كبر من الفوق وهاد الصغير وغيرت ديرتهم في الجوانب شكل ديالها تيجيزوين اما بنسبة لهادي كيف قبل ما دخلتها الفران داك الوسط ديال هادهن قطعوا بشوية ديال البيض وحطت فيه لوزة دابا من بعد ما خرجتوك ندهنها حتى هي بالنباج وغادي نعود ندخلها الفران هنا كلي كي يدهن بالبيض ديال البيض انا ما كيعجبنيش الناباج كي يجيني احسن لمحين شات حتى هما غادي ندهنهم قطعوا لهم شوية ديال الوز كومكاسي بالنسبة الساقية غنسيب ليها الحشوة اللي خديت فيها معلقة ديال ديال البيض غنضف له جوج معالقة ديال الناباج انا هنا درنت تغير جوج حرابة لكنتو ديال الكمية كتيرة كملوا كتروا من الناباج والغلوكوز انا درنت على القياس كمية اللي عندي هاد كمية ورشط لي منها ضفت لي هون واحد المعلقة ديال معجون بيستاش اللي كتجيل ديدة كتزيدوا واحد الماداق قروعها هي ماشي ضرورية ولكن انا نضفتها غنزيد الملون اخضر واحد غاصل معي يلقى هننا الماداق ديال هاديك لاباتا بيستاش كيحمق ممكن تستعملوها في بزفت الحويجات سافينا غادي نديرهم على البوتا نخليهم يغلهم زيان من بعد دياليهم اللوز ايفيلي وكمكاسي اللي حماتهم واحد شوية غادي نخلطهم هننا ممكن تديروا اي نوع ديال المكسرات عندكم خديت هاد البودانات من بعد ما طابوا في الفران وخرجتهم غادي نعمرهم بهاد التعليكة اللي صيبت غادي نعمر ذلك الحفيرة كاملة غادي نعمرهم مزيان غادي التعليكة خطارة كجوارة غادي نستعملها حتى فصابلي وغادي نخليها تنشف هننا من بعد ما نشفت لي الحليوة غادي نقطعها دابا كنحيدو دا كرويس وكمبدو تنقطعوها ميلة كتعطينا على شكل مكعابات ومن ضغط ديال هاتي جيزوين غادي ناخد ديك الحبة وغادي مدن ناخد عليها القياس يعني كتحطوها وكتبدو تقطعو عليها باش كيجوكم الحليوات مقادن كيجو بحال بحال يعني ما كجيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة غادي نخلي وغادي ناخد ورقات وكل حبة غادي نفوق منها جوجو ورقات ديك اللي الخضرية ونهرسوها بدل حموارية دي لورد وكتعتمونها جيدا نضغط الورق من الورقات ونضغط الورقات ونضغط الورقات ونضغط الورقات النقاط الورقات نضغط الورقات نضغط الورقات موسيقى